اشتركوا في القناة لكن دايماً احنا عادتنا في النادي الاهلي ايه؟ ما بنعلقش شماعات مش بنعلق الهزيمة على شماعات الحكام وكلام منتا لكن هو احد الاسباب الرئيسية طبعاً احد الاسباب الرئيسية الكرة استحيق طرد لو طبعاً ما تستحيقش طرد تستحيق انذار قلة خبرة من ايمن اشرف المفروض عنده خبرة كبيرة طبعاً قلة خبرة من ايمن اشرف انت بتلعب بره ملعبك وبتلعب في ملعب صعب زي ملعب رادس مع فريق كبير زي النجم السحلي وحاكم اكيد هيبقى مطربس طبيعي انت بتلعب في ملعب الفريق الديف الفريق المضيف فلازم في لقطة زي دي تفكر الف مرة هاش لازمة ايدك عادي غلط او غلطة بتحصل في الكرة يعني غلطة ايمن اشرف بتحصل في الكرة يعني مش هنتبه اللعب ده طبيعي هي دي كرة القدم لو مش ايمن اللي غلط ممكن غيره يغلط مش بخص اسمه معي حان نتكلم على حصل انبراح في المتش فالغلطة دي اكيد كلفت الاهلي المباراة بالاضافة لغلطة الحاكم نفسه في اخراج البطاقة الحمراء ليه لايمن اشرف لان انت من ديقة 13 بتلعب ناقص لعيب يعني خلاص انت اكيد الدنيا بنسبة لك صعبة فبالتالي هارد لك على الهزيمة مش نهاية المطاف خالص قبل كده خسرنا في اول مباراة في دور مجمعات وخدنا البطولة وقدرنا نحن نفوز بيها في النهاية وكان البطولة بالتحديد بطولة 2016 انا ما تذكر هي البطولة اللي خسرنا فيها في اول مباراة كانت مع الصفاكيسي التونسي في دور المجمعات كانت اول مباراة هناك على أردن وفي الاخر كانت بطولة ما عندناش شك اطلاقا في قوة فارقنا وشخصيته في الملعب امبارح فعلا فعلا كان ممكن الدنيا تتهز لو ما فيش مدير فني واقف برا بشخصية قوية وتقيل عارف بيعمل ايه او تتطفق معايا في بعض التغيرات تختلف في ظروف مباراة كان من دا دا طبيعي جدا دا عادي لكن فيه مدرب فيه مدرب فيه لعيبة رجالة في الملعب والجميل في جمهور النادي الاهلي انه حتى لو من خسر المبارح نقلبش بقى الدنيا كلها قالك لها اه احنا نقص فيه فيه اندية كده او فيه مثلا جماهي بممكن تكون بتفكر كده يبقى مدير فني عامل ماتشاط ممتازة تيجي عشان ماتش تقلب الدنيا خلس عليه لا دا مش هيبقى منطقي وجمهور الاهلي كان واعي جدا النقطة دي مبارح اه مزعلاني لهزيمة احنا طبيعي كده جمهور الاهلي بيزعل لما منخسر لكن في نفس الوقت انت مزعلان لان انت بعشر لعابين كنت انت المسيطر على الكرة في الملعب انت لكت شخصيتك اقوى على فريق النجم السحلي فريق كبير وفريق محتر الجن بتاعهم من غلطة دفاعية برضو عادي في كرة القدم عادي بس لازم نتعلم من الاخطاء دي لازم نكتسب خبرات اكتر من خلال الاخطاء دي ما بتتكررش تاني باذن الله على الاقل بنفس الشكل يعني وارد اي كرة الكرة هي كده بتغلط بيجي جن كمان لاي فرقة لكن تكرار الخطأ هو هو دي اللي حيبقى العيب في دي فان شاء الله الاخطاء دي ما تتكررش سواء من تصرف اي من اشرف او من هفوة مثلا رامية او هفوة الدفاعية بشكل عام مش مشكلة خير كله خير في الاول وفي الاخر فبالتالي بالتالي باذن الله باذن الله احنا قادرين ان احنا نصعد اول مجموعة ان شاء الله عندك المطش الجاي الهلال يوم الجمعة مطش مهم هم كسبوا بلاتينيوم من برح 2 واحد تكسبهم انت ترجع للصورة بشكل قوي جدا عندك كمان بلاتينيوم مع نهاية الشهر يوم 28 هنا في السادة السلام في مصر ان شاء الله تكسب 6 النقاط تطلع لبلاتينيوم يعني الامور مش صعبة طبعا احنا يسا في البداية بداية الدور المجمعات والدنيا كلها في ايدينا وفي رجلينا كفريق النادي الاهلي فكله حيبا بمساندة طبعا المعتادة من جمهور النادي الاهلي اللي في كل الظروف وفي كل الاحوال وفي كل النتائج بيبقى مساندة لفريقه لكن هنا بقى السؤال بص احنا اتكلمنا على المطش واتكلمنا على اخطاء فرقتنا فرقة الاهلي اللي بتتمثل في اخطاء لعبة وده عادي بيحصل عشان بس ايه الكلام يبقى واضح ده عادي بيحصل انا مجمش حد من لعبة النادي الاهلي كلهم رجالة وكلهم عملوا مبرارة ممتازة بصراحة وعايز اخص احمد فاتحي احمد فاتحي مبارح لعبة ثلاث مراكز في المطش ابتدى باكرايت وبعدك ادخل في القلب لما اتطرد من عندنا ايمن وبعدك ادخل في باكليفت مع نهاية المبرارة هي دي قيمة احمد فاتحي هي دي اهمية احمد فاتحي في النادي الاهلي من دبني مكاسب المبرارة مبارح كمان قبل ما ادخل على الجزئية التانية عايزين نتكلم فيها عاليو ديانج العيد تقيل الراجل الكورة بتاعته بسيطة قوي التحامات بيكسب ما شاء الله لك هو تقيلها بالله قوة جثمانية ربنا يحميه رب التحامات هو اللي بيكسب بياخد الكورة من ساعة ما نزل الباص بتاعه سليم مفيش باصة برح بصها غلط سواء القدام الأجناب باي حاجة العيب كويس او في نص الملع مهم جدا تواجده في الحقيقة مش بتكلمها كتشكيل اساسي تواجده بس في نادي الاهلي باقية الامور دي خاصة بالمدير الفني طبعا احنا منادرش نتكلم فيها اطلاقا اطلاقا يعني ففي بعض المكاسب الاخرى من دمن برضو الخسائر بقى اصابت علي معلول العضلة الضم لحد دلوقتي طبعا هيتعامل اشياء النهاردة او زمان هيتعاملت كمان المفروض كتل عصر حنعرف نتائجها يعني لاحقا بس باذن الله مش هتكون مدة كبيرة يعني اعتقد اعتقد طالما هو شد من الدرجة الاولى في العضلة الضم يعني اعتقد ممكن شهر بكتير ويرجع بكتير طبعا لسه في انتظار الاشع هي اللي هتأكد يعني الكلام ده فللأسف حظنا وحش قوي في الاصابات اشمعنا احنا